عشنا بحرب وحرب طاحنة ومع هذا الشيء كنا أقوى منها وأسسنا مشروعنا الخاص الذي نجح حربية ظل الحرب مرحبا واضح أنا صيدة العنية نورين قولي صاحبة محل كاندي شوب أنا صيدة العنية نور قولي صاحبة محل كاندي شوب بلشنا أول شي براسمال بسيط بس كان عنا راس مال أكبر من هيك بكتير يلي هو كان دراستنا الصيدلة وخبرتنا بعد دراست الصيدلة بعد ما اتخرجت من كليات الصيدلة عام 2009 اشتغلت ضمن مجال التسويق بشركة أجوية عملت دولات والترينينج ضمن مجال الرسم والنحت يبقى هو قولي أضح أضح الأن هو قولي أبو sumi وكان ما أضح أن أضح أضح الأن والتكار أضح الأفضل بشركة أضح الأن فعل هذه الأن أوكتناة تبدأ بشكل المنشف كانت الحرب مجرد صعوبة باقي الصعوبات في الوقت التي كثير كفاءات هاجرت برات البلد وتركت بلدها نحن قررنا انه نبقى ونستمر ونأسس مشروع بظل الحرب التي كانت ونزالت بظل الحرب اكيد كان في صعوبات انه نحن ننتشر عالميا او عربيا لانه كان عندهم نقطة تحفظ من صناعة سوريا يدوية نحن كانت دي شوب براند وفخورين بالستيكر الموجود بانه هو صناعة سوريا يدوية ونستغني عن هذا الشي هاي صابون العصال انتازو لدي اول ميزة واهم ميزة هي انه صابوننا معمول بأيدي صياد لدي وغير هيك كثير اشتغلنا وتعبنا حتى نحاول نجمع بين الشكل ومضمونه بعد اربع سنين وصلنا بالمكان اللي نحن لازم نكون موجودين فيه بس اكيد مو طموحنا هون وصلنا كان دي شوب ضمن الشام كفرع رئيسي ومغطلنا الشام بمراكز بير ضمن ست محافظات سورية وانطلقنا لفرع بالنمثا خلنا نقول فرع عالم كان دي شوب صار عنده كتير زبائن من شرائح كتير مختلفة من المجتمع من اهمة فنانين فنانات ممثلين وسياسيين وحتى منظمات دولية حابة من خلال مشروعنا ومن خلال كاميرا تواضح وجه رسالة للنساء بكل المجتمع وكل العالم انو انتي قدمك انتي عليكي ضغوطات وصعوبات بالمجتمع فيك تتسلحي بسئتك بحالك بعلمك وكفاءتك باللي حواليك وتقدري تنطلقي وتأسسي مشروعك الخاص وتصيري كبيرة مو بس تشوفي قصص النجاح بس على التلفزيون